نروح للقمة أهلي وزمالك كأس مصر الموسم الماضي كأس مصر الموسم الماضي تلعب المباراة النهائية منه إن شاء الله غدا أو النهاردة بقى خلاص بعد ساعات ساعة 9 مساء تحديدا 9 مساء الخميس الأهلي والزمالك مباراة دائما ممتعة لما تبقى في نهاية كاس كمان تبقى ممتعة أكتر ليه؟ إنه فرقة لازم تكسب التانية في الدوري ممكن الفرقتين يرتضوا التعادل لكن في الكاس إنت لازم تكسب هنا أو هنا فالمباراة أكيد إن شاء الله هتبقى ممتعة وكبيرة بين الكبيرين الأهلي والزمالك نروح بقى نشوف اللي بيحصل في معسكر الأهلي ومعسكر الزمالك ونبدأ من عند معسكر النادي الأهلي قبل ساعات من القمة الأهلي دخل معسكر مغلق منذ مساء السلساء للحفاظ على تركيز اللاعبين بعيدا عن الضغط الجماهيري حرص الكابتل محمود الخطيب رئيس النادي على الاجتماع باللعابين في الساعات الماضية وتوجيه عدة رسائل لهم لتحفزهم قبل المباراة ريكاردو سوارش المدير الفني حرص على مشاهدة كمة الدوري الأخيرة بالإضافة لبعض مباراة الزمالك في الدوري حصل سوارش على تقرير من سامي كمصان عن الكمة الأخيرة والتي قدرها كمصان لمعرفة أبرز نقاط القوة والضعف وضك التفاصيل في الزمالك اهتم سوارش في تدريبات الآية الأخيرة بإقامة تدريبات تخصيل المدافعين من أجل التعامل بشكل جيد مع هجوم الزمالك المدارب البرتغالي عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين شرح فيها نقاط قوة هجوم الزمالك بجانب إرسال اللقطات الخاصة بها للعابين لمشاهدتها ودراستها جيدا ده النادي الأهلي أما نادي الزمالك ومع أسكر نادي الزمالك ففيه حدثة تالي عقد أبريرا جلسة متولة مع اللاعبين وطلب منهم التركيز وعدم الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي وغلق صفحة الدوري مؤقتا وسمى نبيه المدارب العام طلب من شكبالة وعبد الشافي وحزي مام عقد جلسات مع اللاعبين باستمرار وتحفزهم للفوز ببطولة الكاز أيمن طهر مدارب الحراس عقد جلسة مع محمد عوات وواجه له بعض النصائح وطلب منه عدم الاندفاع والتركيز في الكرات السبتة التزديد سلاح الزمالك أمام الآله حيث شهد المران الأخير تدريب اللاعبين على التزديد من خارج المرمى بشكل مكثف تضرب الزمالك على تزديد ركلات الترجحة وهتم بريرا بتدريب الخماسي أحمد زيزو إمام عشور أشرف بن شاري السيفي الجزيري أحمد فتوح على تزديد الدربات الترجحية ترجمة نانسي قنقر